صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتوافق مع رؤية مصر عشرين ثلاثين وخلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أكد مدبولي أن العالم اليوم يمر بأزمات متتالية أدت إلى تزايد معدلات الفقر وأن مصر انتهجت أسلوبا استباقيا بشأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لفتا إلى أن المبادرة ترسخ لأهمية الدمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها تتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر عشرين ثلاثين وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر عشرين خمسين والتي ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص ترجمة نانسي قنقر